السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب اكونوا بخير و سعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. آآ فيديو كده سريع بدون منتاج ولا اي شيء. ولكن نظرا لان هو مهم فحبيت ان انا اوضح في الفيديو ده. حتى انا مش معي المايك ولا هعمل منتاج ولا اي حاجة معلش يعني. طيب. المهم جاي اتكلمكم عن ايه? عن سحب ارباح اليوتيوب في مصر. تمام? اي حد عنده قناة على اليوتيوب بيبدأ ان هو يفعلها. بيبدأ ان هو يربط مع جوجل بيبدأ ان هو بعد كده. تمام? بيحتاج الامر ان هو يربط مع حساب بنكي. ده جوجل ده بيتربط مع حساب بنكي. علشان تبدأ ان الارباح تتحول عليه. تمام? طبعا بداية من انشاء حساب جيميل. آآ تفعيل قناة عمل لغاية ان انت تاخذ درع اليوتيوب كل ده مشروح على قناتنا. قلب في القناة تلاقي كل اللي انت عايزه. طيب ايه المشكلة اللي احنا جاينا نتكلم فيها? هي موضوع الحساب البنكي. طبعا كان قبل كده يا جماعة كان آآ عندك خيار ان انت تقاد يعني تربط مع حساب بالجنيه المصري او تربط مع حساب ايه? بالدولار. الارباح تجي لك بالدولار او تجي لك بالجنيه المصري ما فيش اي مشكلة. بعد التحديثات الجديدة مؤخرا تمام? بقى اجباري على اي حد منشئ محتوى في مصر حساب مصري ان هو يدخل حساب بنكي يقبل التحويل بالجنيه المصري. الارباح اصبحت حاليا بتحول ليك بالجنيه المصري. حلو? كلام دهcioة كله اتكلمنا عنه. يعني الموضوع اجباري ان انت اتدخل حساب يقبل بالجنيه المصري. سواء ان انت بتدخل حاليا حساب جديد او او حساب عندك من فترة وكان عندك حساب دولاري فتضطر ان انت تدخل حساب يقبل بالجنيه المصري. لان ما عاد فيه تحويل ارباح من اليوتيوب او من جوجل ادسنس للحسابات البنكية غير بالجنيه المصر داخل مصر حلو؟ طيب ايه المشكلة يا عم الحاج؟ المشكلة وهي ان احنا لما شرحنا ان انت تدخل حساب مصري كانت فيه مشكلة اللي هي لما تيجي تدخل حساب قلنا حساب بنك مصر كويس فلما الناس دخلوا حساب بنك مصر ففيه حاجة اسمها مبلغ تأكيد او اداع تأكيد او اداع تحقق بيبدأ ان جوجل ادسنس ده بترسله للحساب البنكي ممكن يكون ربع جنيه نص جنيه فاصلة خمسة فاصلة اربعة يعني رقم صغير يعني ما بكامل جنيه ولكن مهم جدا ان انت تعرف كام وصلك كام وصلك للحساب البنكي عشان تدخل جوجل ادسنس وتعمل تأكيد يقولك المبلغ كام بتبدأ تختار الرقم اللي هو وصلك على الحساب حلو لو دخلت رقم خطأ مشكلة لازم تدخل نفس الرقم يعني ما تقولش خلاص خليها اتنين جنيه وخلاص هي مش بطيخ هو ماشي فالمبلغ بالضبط كام بتبدأ تدخله بيتم التحقق خلاص وكي تمام بيبدأ بعد كده الارباح تتحول لك للحساب المصر ما فيش هي مشكلة في مشكلة وجهتنا في مشكلة وجهتنا لما كنا بنشرح وهي حساب بنك مصر لا يصل ليه اللي هو المبلغ الاداعي اللي هو التأكيدي ده اللي هو المبلغ اللي بيجي لك ده اللي هو اقل من جنيه فقلنا استنينا اسبوع اتنين ما فيش في مشكلة في الموضوع ده المبلغ اللي هو الصغير ده ما بيجيش ما بيوصلش تمام فقلنا ايه فقلنا ايه فقلنا اه جوحر ولو شغلت التاكيف يطلع الصوت فقلنا ايه قلنا ان احنا نجرب حاجة تانية فجربنا البنك الاهلي المصر وقت ما عملنا الشرح كان موضوع البنك الاهلي المصري كان شغال تمام التمام وصل فعلا مبلغ الاداعي اللي هو التأكيدي ده او مبلغ التحقق ده ودخلنا المبلغ في جوجل ادسنس وجوجل ادسنس اتحققت خلاص من الحساب البنكي وتمام التمام واصلت عليه الارباح ما بيش اي مشكلة عملنا الموضوع ده لقنوات مفيش اي مشكلة الشرح المعمل على القناة ده احنا طبقناه عملي وحساب البنك الاهلي في الوقت اللي احنا عملنا فيه الفيديو كان تمام التمام. الكلام ده من فترة قليلة يعني. حاليا في هذه الايام هناك مشكلة اي حد حاليا حاليا بس اتجلك الفيديو ده بتاريخ تمانية وعشرين عشرة الفين خمسة وعشرين. اي حد حاليا حابب ان هو يدخل حسابه اه بنكي في جوجل ادسنس هيواجه مشكلة. وهي ايه? وهي ان حساب بنك مصر لا يصل له المبلغ الاداعي اللي هو التأكيد ده. ويهي برضو حساب البنك الاهلي المصري نفس الكلام. اصبح مشكلة ايضا حاليا في بنك الاهلي المصري. ليصل له المبلغ. وجربنا تجارب عملية في الايام الماضية دي لا يصل للمبلغ الاداعي. ممكن في الايام القادمة تتحل? اوكي. ممكن تتحل من قبل جوجل ادسنس او ممكن تتحل من قبل البنك انا معرف. المؤمن ان حاليا فيه مشكلة. طيب نعمل ايه? ولا البنك الاهلي نافع ولا بنك مصر النافع? نعمل ايه? بناء عن تجربة نجحة قبل يومين بتاريخ ستة وعشرين عشرة يعني بقولك على لسة جديدة في ناس تبعي دخلوا حساب بنك الاسكندرية يعني راحوا بنك الاسكندرية وراحوا عملوا حساب فيه وبدأوا ان هم يربطوه مع حساب جوجل ادسانس تمام فلما ربطوا حساب اه الاسكندرية لما ربطوا حساب بنك الاسكندرية مع جوجل ادسانس اتقبل الموضوع ما فيش اي مشكلة خالص ومبلغ الاداع اللي هو التأكيدي او المبلغ البسيط ده اللي هو اقل من جنيه ووصل بعدها تقريبا بيومين ويدخلوا عملوا اللي هو دخلوا المبلغ في وجوجل ادسانس وما فيش اي مشكلة والارباح على طول مباشرة انت حاولت للحساب البنكي يعني المشكلة تحلت يبقى حاليا اللي انا اعرفه حاليا البنك اللي هو شغال فيه الموضوع اللي هو المبلغ الحوالة اللي هو الاداعة اللي هو التأكيدي ده الديبوزة او الاداعة التجريبي ده اللي بيجي او التأكيدي اللي بيجي على الحساب البنكي حاليا ما فيش مشكلة فيه حساب بنك الاسكندر يعني لو انت بتواجه مشكلة حاليا اعمل حساب في بنك الاسكندرية خلاص ده يعني عندي الاسبتات ان بنك الاسكندرية حاليا تمام بيصل عليه المبلغ اللي داع ما فيش اي مشكلة بنك الاهلي وبنك مصر الان وقت تسجيل هذا الفيديو في مشكلة ممكن بعدين يتحلق معرف وعلى فكرة لو انت حاليا عايز يدخل حساب الحساب 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 الح ابدأ ان انت اعمل حساب جوجل ادسنس ربطه مع القناة بعد ما يصل ارباح آآ بتبدأ بعد كده ان انت تدخل الحساب البنكي وتخلص الموضوع ده والارباح تتحول كل شهر مفيش اي مشكلة خالص خلاص ربنا وفاكم جميعا ولو عندك اي سؤال اكتبلي في التعليقات ولو عندك تجارب لو عندك تجارب مع بنوك اخرى في مصر اكتب لنا حاليا اللي انا عرفه اللي هو شغال بنك الاسكندرية بناءا عن تجربة عملية ونجحت لو عندك بنك اخر في مصر اعرف لنا في التعليقات اهم الفيديوهات موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد مع السلامة